تدولت بالأمس مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب تعرض للاعتداء والضرب من قبل منتسبي قيادة عمليات بغداد في منطقة الكرادة وبدى في الصورة الشاب العشرين حيدر فريد غارقا بالدم فاقدا للوعي الموضوع أثار مطالبات وغضب في صفحات الفيسبوك بضرورة وضع حد لما وصفوه بالانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشباب بسبب مظهرهم الخارجي وارتدائهم للثياب العصرية وبحسب ما نقلته صفحات التواصل القصة لم تنتهي عند هذا الحد بل تعرض ذوض ضحية للتهديد بعد أن تم نقل الشاب حيدر إلى المستشفى من قبل آمر الفوج الذي تنتسب له الدورية التي قامت بالحدث ومنعهم من تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية وهددهم علنا وسرا متواعدا بإخفاء التقرير الطبي وتغييره